كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ عبدالله بن زيد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبو ظبي القابضة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبدالله بن زيد إلى مصر طالبا سيادته نقل تحياتي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زيد رئيس دولة الإمارات حيث أكد سيد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المخفور له الشيخ زيد النهيان والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية التي انعكست في التنصيق الوثيق بين البلدين الشقيقين مسمنا سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية من جانبه عرب الشيخ عبدالله بن زيد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيد الرئيس تحياتي سمو الشيخ محمد بن زيد رئيس دولة الإمارات ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الضقيقة الحالية التي تتعظم فيها التحديات أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصائد خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر لسيما قطعة الطاقة والنقل والموانئ والسياحة كما تم استعراض أخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أكد سيد رئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بينما سمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين دول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك اشتركوا في القناة